وفي ملفنا الثاني لفلسطين هذا المساء الدراسات الثنائية وهو النظام الدراسي الأول من نوعه في فلسطين والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وأطلقت جامعة القدس الدراسات الثنائية عام 2015 بتويل من الحكومة الألمانية من خلال مؤسسة التعاون الألمانية جي آي زد للتعرف على هذا النظام وفوائده وشروط الاتحاق به ورحب بضيفي في الستوديو هنا في معن في بيت الأحمد دكتور عصام إسحاق عميد كلية الدراسات الثنائية مساء الخير دكتور أهلا بك مساء الخير دكتور بداية عندما نسمع بالدراسات الثنائية أول ما يطرح ما هي الدراسات الثنائية يعني هو الاسم بعبر عن الموضوع دراسات الثنائية وكما أسلفت هو دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي بالشركة هذا الموجز السريع معظم المواد هناك فيها دراسة نظرية وفيها دراسة عملية يعني ما المختلف هنا؟ الدراسة العملية التي تكون بالجامعة قصدك في المختبرات تختلف عن التدريب الذي يحدث بالشركات وأيضا التدريب الذي يحدث بالشركات عادة يختلف عن كونك متدرب أو كونك شخص تعمل بهذه الجامعة في هذه الشركة فكرة الدراسات الثنائية على أنه في دراسة نظرية في قاعات الجامعة والتطبيق العملي بيكون في الشركات نعم الدراسة الثنائية مبنية على المبدأ هذا بالضبط كما أسلفت الطالب يأتي إلى الجامعة الفصل الأول بعد طالب التوجيه طالب الإنجاز يقضي في الجامعة ثلاث شهور فصل تعليمي مضغوط ثلاث شهور بدل من أربع شهور نعم ثم اعتبارا من الفصل الرابع من الشهر الرابع من دراسته يذهب إلى الشركة للتدريب يقضي في الشركة بدة ثلاث شهور أخرى يطبق فيها ما تعلمه بالجامعة على أساس أنه موظف تحت التدريب نعم ليس متدرب موظف تحت التدريب يأتي إلى الشركة في أوقات الدوام من الساعة الثامنة مثلا حتى الخامسة حسب أوقات الشركة حسب نظام الشركة خمس أيام بالأسبوع ست أيام بالأسبوع يعامل مثل أي موظف آخر بالشركة دون أجر مع أجر يدفع له أجر ولكن أجر رمزي ليس مثل أجر الموظف العادي لأنه لازال تحت التدريب ولكن يدفع له أجر على الأقل 200 دولار بالشهر نعم طب هل هذا النظام مدة الدراسية أربع سنوات يعني يحصل على شهادة أكاديمية هي عبارة عن باكالوريوس أو البي اي نعم هو بالضبط أربع سنوات يحصل الطالب على شهادة باكالوريوس لأن الطالب يقضي بالجامعة فصلين أكاديميات كاملات ثلاث شهور بدل أربعة ولكن عدد اللقاءات التي تكون في الأسبوع تساوي عدد اللقاءات التي سيكون الطالب قد حصى عليها لو أنه ذهب مدة أربع شهور نعم فيعني عدد الحصص بمدة الثلاث شهور توازي عدد الحصص اللي يأخذ الطالب العادي في أربع شهور أي أنه مكثف طب أربع شهور البداية لدخوله للجامعة بعدها بيروح للشركة بيرجع بعد ثلاث شهور إلى الجامعة إلى الفصل الأكاديمي الثاني فعمليا في كل سنة دراسية يكون الطالب قد قضى بجامعة فصلين دراسيين كامل أداني ويحصل عدد ساعات معتمدة مثل أي طالب عادي طب عملية الرقابة والمتابعة دكتور وعملية تقييم مدى فعليا هذا الطالب خلال عمله في الشركة وبنها عليها تضعي العلامات يعني بالنهاية كيف التمييز بيكون المفاضلة بين طالب وآخر هذه شغلة مهمة كثير الطالب عندما يكون في الشركة يطبع خطة تدريبية لكل طالب خطة تدريبية منفصلة عن الطالب الآخر بالتفاصيل ولكنها متشابهة بالمحتوى العام تختلف بالتفاصيل كون طبيعة الشركات تختلف عن بعضها حتى الشركات التي تعمل بنفس القطاع تجد أن كل الشركة لها تفاصيل مختلفة لذلك قبل بداية التدريب يذهب أستاذ الجامعة إلى الشركة ويطفق مع المدربين بالشركة كيف سيكون تدريب الطالب في هذه الشركة فعمليا يوجد خطة لمدة أربع سنين لتدريب الطالب في هذه الشركة كل فترة تدريبية أستاذ الجامعة يتابع ماذا يحصل في الشركة عن طريق زيارات على الطالب أن يقدم بنهاية الفترة التدريبية تقرير مكتوب مصادق عليه طبعا من الشركة لضمان أنه لا يفشي أي معلومات سرية مثلا من الشركة شركة تصادق على التقرير بالإضافة إلى ذلك المشرف على التدريب بالشركة يقيم الطالب حسب إداءه والشيء الثالث أن الطالب يلقي محاضرة أمام بقية الطلاب عن فترة تدريب تباته فعمليا على بالفصل الثاني في بداية الفصل الثاني الذي لي نعم دكتور إذن يعني يبدو بأن التخصصات واضحة إذا تحدثنا وأم من التخصصات يعني مختلفة هل هي فقط في موضوع الإدارة مثلا المالية المحاسبة وم إلى ذلك أو السكرتاريا وهل لها علاقة السكرتاريا التنفيذية لها علاقة في الإدارة في الشركات أما أن التخصصات مختلفة قبل البداية بالدراسات الثانية بالتخصصات كنا بعمل دراسة كاملة للسوق الفلسطيني وحتاجات السوق الفلسطيني ما هي التخصصات التي يمكن أن تلقى نجاح بالسوق الفلسطيني وبناء عليه تم تحديد ثلاث تخصصات رئيسية مطلوبة وهي أولا هندسة الكهرباء ثانيا تكنولوجيا المعلومات وثالثا إدارة الإدارة الإدارة ابتدأنا بالعام الأول بأول تخصصين الهندسة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات وفي العام الثاني أضفنا إليها تخصص الإدارة يعني رغم بأنه تخصص الهندسة الكهربية تخصص علمي وبحاجة إلى متابعة نظرية وعملية في مختبرات كذلك صحيح لدينا بالجامعة مختبرات كفاية معظم الجامعة فلسطيني لديها مختبرات نعم ولكن رغم وجود كل المختبرات بالجامعات لا تستطيع أن تغطي جميع الأجهزة الموجودة بالمصانع سوكنا الفلسطيني لديه العديد من الكثير من المصانع نعم ومصانع على مستوى مستوى مختلفة صغيرة أو كبيرة ولكن معظمها متميزة نحن نعرف أن العديد من الصناعات الفلسطينية لديها الجودة العالية ولديهم الخبرات والأجهزة المتطورة التي لا تستطيع الجامعة توفيرها جميعا الجامعة تستطيع بالمختبر توفير جزء منها لتعليم الطلاب لكن هذا يختلف عن الأجهزة الموجودة في الشركة شركات متعاقدين معها دكتور هناك مجموعة من شركات محددة معيرة متفقين معها أم أنه كل فصل تبحثون عن شركات تتعلق بمتطلبات الطالب يتحدث على عدد من الطلاب كل شركة تأخذ طالب أو طالبين أو ثلاثة أو أكثر مثلا عدد طلاب كما أسلفت يتراوح بين طالب لحد ستة أو سبعة أكثر شركة أكثر شركة تستطيع معظم الشركات لديها طالب أو طالبا هذا المعظم معناته في مجموعة شركات كبيرة متعقدين صحي اليوم احتفلنا بجامعة الكدس بتوقيع مئات اتفاقية حيث أن أصبح لدينا اليوم أكثر من مئات شركة شركة في البرنامج على مدى الثلاث سنين تدأنا بالعام الأول بتقريبا ثلاثين شركة أضفنا عليهم تقريبا أربعين بالعام الثاني والآن أكثر من ثلاثين فأصبح لدينا أكثر من مئات شركة شريكة نعم من جميع محافظات الضفة الغربية بيعتمد الطالب بيروح على الشركة اللي مثلا قريبا من سكنه لو قلنا طالب مثلا من بيت لحم بيكون أقرب على الشركات الموجودة في بيت لحم من الخليل في الخليل من نابلس في نابلس من رمالة في رمالة ولا كيف المعدلة بيتم توزيحها عندما يتقدم الطالب للدراسات الثنائية نحن في الجامعة ننظر فقط إلى كونه حقك الشروط الكبول بالجامعة وهي عادة بس المعدل ونوع التوجيه علمي أو أدبي أو صناعي ثم يكون طلب الطالب أمام جميع الشركات الشركاء في الدراسات الثنائية والشركات هي التي تتصل بالطالب وتدعوه للمقابل عادة الشركات تفضل وهذا جواب سؤالك عادة الشركات تفضل الطلاب من المحيط من أقرب من أقرب لأنه أسهل للشركة وأسهل للطالب لكن هذا ليس شرط يعني يعني يوجد لدينا طلاب من الخليل يدومون برامالة مثلا ولكن الأغلبية من الطلاب يفضلون الدراسة والتدريب في أماكن قريبة لسهولة السكن بالنهاية اللي موجود في الشمال أو موجود في الخليل وبدو يجي على جامعة القدس بديو ياخد سكن مثلا أو بديو يكون قريب موجود فيها وكانه يذهب على الشركة كانه يذهب على جامعة صحي ما بيختلف كتير لهذه الفكرة فكرة وليدت جامعة القدس ولا هي فكرة أصل مطبقة في العالم وتم تطويعها بما يتوافق مع واقعنا الفلسطيني مثلا هي الفكرة اختراع ألماني اختراع ألماني منفذ في ألمانيا من أكثر من 45 عام نحن في جامعة القدس قبل عدة سنوات بقباك الجامعات الفلسطينية نعم شاهدنا أنه يوجد فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الفلسطيني وبين ما يتطلبه سوق العمل نعم وكنا نبحث ما هي الفرص التي نستطيع أن نعملها لكي نحسن التعليم لموائمة الطلاب مع سوق العمل نعم طلعنا على عدة تجارب ومنها كانت التجربة الألمانية التجربة الألمانية كما أسلفت لك هي شبيهة جدا بالله أحدثت عنها ولكن هناك اختلافات في طرق التطبيق مثلا في ألمانيا الطالب يبدأ بالشركة ثم يذهب للجامعة دعم وجدنا أن هذا في فلسطين قد يكون غير مكبول لأنه الفكرة لساءة جديدة يعني أنا طالب توجيهي بس أنا دراستي أروح أقول على الشركة يعني الفكرة مش كثير مكبولة يعني أقول لا نحن نجيبه على الجامعة يكون الطالب طالب جامعي كبقية زمداء معطيه ما يلزمه في بداية الفصل الأول لكي يتأقلم مع بيئة العمل في الشركة فيكون الانتقال للشركة أسهل فهذه بعض الأشياء التي عملناها تطويحة بما يتوافق مع احتياجاتنا كثيرا دكتور في إقبال على هذا التخصص إقبال على هذه أو على هذه الطريقة بالأصح الطريقة التعليمية الثنائية الحمد لله الإقبال يتزايد عام بعد عام في العام الأول كان طبعا فكرة جديدة جدا اذا كانت هناك صعوبة بالطلاب لا يوجد لغاية Angst لا يوجد كانت في بداية العام الثالث في العام الأول كان لدينا فقط 35 طالب في العام الثاني كان لدينا 90 طالب جديد بينهم والآن يوجد إقبال كثير أكثر عن العام السابق ولكن حتى الآن لا يوجد لأن الطلاب مقبولين لأن عملية الكبول تأخذ فترة أطول من الكبول بالبرامج العادية لأن الطالب يجب أن يقبل بالجامعة ويقبل عند إحدى الشركات الشركة فلدينا العديد من الطلاب الآن مقبولين بالجامعة لأنه معدلهم يأهلهم وهم الآن في طور إجراء المقابلات عند الشركات وعندما تقبلهم الشركات نقبل الطلاب كبولا نهائيا نعم نتحدث على علامة قبول معينة محددة تشترطوها مثلا الهندسة على معلوماتي تخصص الهندسة لازم يكون أعلى من الثمانين في الثنائية نفس الشيء يعني نفس تخصص الهندسة كيف يقبل في الدراسات الأكاديمية العادية أم أنه له علامة أخرى نعم بالهندسة يجب أن يحصل الطالب على معدل ثمانين في إدارة الأعمال وتكنولوجيا معلومات خمسة سبعين ولكن الشركات لا تنظر فقط إلى المعدل الجامعة ننظر فقط إلى المعدل لكن عندما يذهم الطلاب إلى المقابلات الشركات يكون معدل فقط جزء صغير من ما ينظرون له ينظرون أكثر للشخصية والسلوك وطريقة التعامل هذا أهم من العالم الآن الطالب في كل فصل بيكون في شركة ولا هي نفس الشركة بيستمر بالتطور معها كما هو في الجامعة طالب يستمر بنفس الشركة لسبب بسيط أن الشركات الفلسطينية دخلت معنا بهذه الشراكة لأنها تريد تطوير موظفين المستقبل فإذا كان الطالب يذهب كل فترة في شركة مختلفة فهذا الطالب لن يكون موظف في هذه الشركات الشركات تبني بالنسبة لها تبني موظف المستقبل وكما نحن نبني طالب أو خريج للمستقبل فالشركة تنظر إلى هذا الموظف المستقبل وبالتالي ممكن بعد الأربع سنوات بعد التخرج يكون تسعين في المئة موظف في هذه الشركة الشركة بعد أن دربته وعطته كلها المعلومات وكلها الثقة لأربع سنوات بنهاي لماذا تفرط فيه أصلاً؟ صحيح بعد أربع سنوات ينتهي العقد الذي نوقعه الطالب والشركة والجامعة ينتهي العقد ويكون كل طرف حر ولكن في ألمانيا ونأمل أن يكون لدينا نفس هذه الخبرة في معظم الحالات يبقى الطلاب بنفس شركاتهم لأن الشركة تعرف الطالب ودربته كما تريد والطالب يعرف الشركة ويستطيع البدء بالعمل مباشرة كموظف كامل في هذه الشركة في نفس هذه الشركة دكتور قد يكون من السابق بأن أوانوا الحكم على هذه التجربة إلا بعد أن يأتي وفد ويتخرج من هذه الجامعة لكن ما يشير بهذه الأفكار بأن أفكار خلاقة هل طبقت بغير جامعة القدس؟ هل هناك جامعات أخرى فلسطينية تحدو أحد جامعة القدس في تنفيذ هذا النظام؟ جامعة قدس هي الجامعة الأولى التي تطبق هذا النظام في فلسطين وهي الأولى التي تطبقها على مستوى الشرق الأوسط ليس بفلسطين فقط يعني غير موجود لا في الأردن ولا في إسرائيل موجود هذا النظام؟ لا في كل الشرق الأوسط غير موجود بعض الجامعات الآن يستفسرون لدينا عن سليب التطبيق نتوقع أن العديد من الجامعات الفلسطينية ستكون بتطبيق نفس النظام نعم إن كان في التخصصات العلمية أو في التخصصات الأدبية يمكن تنفيذ هذا النظام برأيك؟ صحيح ولكن أكيد ليست كل التخصصات لأنه يجب أن يكون هناك مكان لتدريب الطالب يستوعب الطالب على مدى أربع سنين يعني مثلاً تخصصات التربية إن صح التعبير هل يمكن تطبيقها على هذا النظام دكتور؟ المدارس مثلاً إذا تم الاتفاق مع المدارس أنت أخذ المدارس كل طلاب التربية فترات تدريب كأساتذة مساعدين نعم فيمكن تطبيقها في التربية والتعليم أو في المدارس الخاصة؟ في التعليم والمدارس الخاصة يعني ذلك ممكن طبعاً نعم دكتور يعني أنا حابب الآن لأنه إحنا على باب تسجيل الطلبة في الجامعات بتنصح الطلاب يروحوا بهذا الاتجاه هل يعني تدعم دخولهم من هذا التوجه إذا أنا طالب صح لهندسة كهربائية في إحدى الجامعات وصح لهندسة كهربائية على النظام الثنائي أنت كناصح للطلبة أيهم يختار إذا أنت طالب ليس لأنك عميد يعني طبعاً أنا دعطيك الجهتين إذا أنت طالب تنظر إلى فترة تعليم الفترة تريد أن تكون لديك المتسع من الوقت فلا تذهب للدراسات الثنائية لا تذهب أن الدراسات الثنائية ليس لديك وقت أنت كطالب إما في الشركة أو بالجامعة لديك فقط العطل الرسمية وسبع أيام إجازة من الشركة على مدى السن ليس لديك فترة صيف وليس لديك الفصلين الفصل الدراسي نفسه مضغوط فترة الامتحانات مضغوطة فإذا أنت من نوع من هذا الطلاب لا تذهب للدراسات الثنائية بينما إذا أنت طالب جدي وتنظر إلى المستقبل وتريد أن يكون فرصك في التوظيف أحسن من غيرها فالدراسات الثنائية أكيد هي الحال نعم يعني بتهب دكتور على موضوع الدراسات الثنائية يميز هذا النظام بأنه الطالب يحصل أيضا على دخل لو دخل بسيط تحدث على 200 دولار كما قلت في حديثك قبل قليل هل ساعات المعتمدة له أغلى من الساعات المعتمدة للهندسة في أي في نفس الجامعة لكن مش عن النظام الثنائي عن نظام الأكاديمي أغلى قليل يعني خمس دانير إضافية عن سعر المعتمدة طبعا ودوامه في الشركة هل تعتبر ساعات معتمدة تحتسب لها؟ كل فترة تدريبية بالشركة تحتسب لها خمس ساعات معتمدة خمس ساعات معتمدة كل فترة تدريبية كل فصل كل فصل طب إذا حسبت بالورقة والقلم يعني بتحدث إنه على ثلاثة شهور رح يدومهم في إحدى الشركات رح يطلع 2400 دولار تقريبا ما سيحصل عليه إذا سجأوا واعتبار خمس ساعات الخمس ساعات في سائر الهندس بيطلع ربحان إيك الطالب كمان أكيد بيطلع ربحان إذا تحسبها ماديا نحن أبناش نحسبها بس ماديا بس تحسبها ماديا كمان ربحان لا يعتحصل على كل الاتجاهات يعني بناية دكتور تحصل على كل الاتجاهات أكيد ربحان نعم كمان المرة 200 دولار هو فقط حد أدنى يجد شركات تقطع 200 دولار 200 دولار حد أدنى نعم نعم يعني 600 دولار بيطلع بثلاث شهور نعم بثلاث شهور أنا أخطأت في الحسابات طيب دكتور هل هذا آخر المطاف في دراسات الثنائية ولو هناك تفكير لتطوير هذا النظام إدخال عليه تخصصات جديدة ممكن إدخال عليه شركات أخرى هل هي تجربة بداية ترصدون التغذية الراجعة منها وشو ممكن الاستفادة منها ولديكم خطط مستقبلية في هذا الإطار أكيد هي الخطوة الأولى نحن نراكب البرنامج خطوة بخطوة ونعقد العديد من ورش العمل للتقييم كل فصل نقيم ماذا حدث للطلاب بالشركات ندعو الشركات للاجتماع مع بعضهم ومعنا وإطاءنا التقييم عن ماذا يحدث وكيف يمكن أن نحسن بالتأكيد ننظر ما هي البرامج الأخرى التي سنطبكها على الدراسات الثنائية فهي أكيد خطمة أولى وهي لا زالت قيد تقييم من الجامعة وأيضا من وزارة التربية والتعليم العالي التي منحتنا الاعتراف المبدئي بجميع البرامج صادقت على جميع البرامج في العادة تعطي الاعتراف المبدئي لمدة أربع سنين ليس فقط للدراسات الثنائية حتى يتخرج أول فوج ولكن كون هذا الفكرة جديدة على فلسطين فوزارة التربية والتعليم العالي تراكبنا أكثر من ما تراكب غيرنا نعم ومبدئيا في هناك موافق بعض الأربع سنوات على أساس أنها تعتمد شهادات الخريجة صحي الآن التخصصات الأقرب لتنضم إلى ثلاث تخصصات الموجودة في التعليم الثنائي تحدث حضرتك عن دكتور عن الهندسة الكهربائية وعن نظم المعلومات وعن الإدارة التخصص الأقرب لينضم إلى ثلاث تخصصات الموجودة صراحة لا أستطيع حطاء اسم تخصص الآن ولكن يوجد عدة تخصصات نكون بدراستها حاليا لا أعرف أن كنت سنطبقها لغير لذلك لا أفضل أن أذكرها نعم نعم طيب دكتور نظام وطريقة التدريس في الجامعة مختلف عن النظام الأكاديمي الكامل يعني لما تتم المحاضرة هل تتم المحاضرة بناء على معطيات متعلقة بهذا النظام كتبه مختلفة مواده التدريسية مختلفة أم أنه متشابه بالأكاديمي فقط مدى للتدريب ما تكون في مختبرات بتكون التدريب في الشركات عندما وضعنا الخطط تشاورنا مع الشركات فخططنا شبيهة بالخطط الأخرى بالجامعات الفلسطينية ولكن يوجد اختلافات بناء على رغبة الشركات هذا أول شيء الثاني شيء الطلاب عندما يذهبون إلى الشركات ويعودون إلى الجامعة يحضرون معهم خبراتهم المختلفة تداء من الفصل الأول لاحظنا هذا والأساس الذي لاحظون هذا فتكون صفوفنا عادة تختلف عن الصفوف العادية نفس الأستاذ الذي يدرس بالتعليم التقليدي والتعليم حسب الدراسات الثنائية يجد أن تفاعل الطلاب بدراسات الثنائية يختلف مما يحفز الأستاذ على بدل المزيد وإعطاء الدروس بطريقة تختلف هذا أيضا تبادل الخبرة هل يكون بين الطلبة أنفسهم هل ينقلوا لبعض خبراتهم مثلا اتنين بدرسوا إدارة طالبين بدرسوا إدارة واحد بدرس بشركة سين والآخر بدرس بشركة صاد كل شركة إلها نظام الإداري وإلها طريقة إدارية هل يتم عمليا العصف الذيني بين الطلاب وأستاذ المادي من النظام الأفضل من الطريقة الأفضل في هذا الإطار صحيح هذا يحدث كما قلت في نهاية كل فترة تدريبية يجب على الطالب أن يعمل محاضرة جميع أمام جميع الطلاب عن ماذا يعمل في فترة تدريبية وبعدها يكون نقاش بين الطلاب هذا المكان المؤسس مثل هذه العصف الذيني ولكن في جميع الحصص في جميع المحاضرات يحدث هذا أحيانا بناء كما أسلفت أنت عن نتيجة الخبرة الشخصية عندما يقول الأستاذ أحسن طريقة لعمل شيء معين هو كذا وكذا نجد مرات بعض الطلاب يقولون ولكن نعمل هذا بطريقة تختلف هذا بالكتب ولكن الشركات تعمل شيء آخر أرد شيء آخر على أرد شيء آخر في النقاش الثري في عديد من المجالات نعم أيضا في موضوع الكادر التدريسي للتخصصات الثنائية هل يجب أن يكون لديه خبارات معينة مختلفة عن مدرسين أو الكادر التدريسي الموجود في النظام الأكاديمي أم ذاتهم اللي بدرسوا الهندسة الكهربائية أو نظم المعلومات أو الإدارة في جامعة القدس بالنظام الأكاديمي العادي هم نفسهم اللي بدرسوا الثنائي أم أنه طاقم مختلف هو أساسا نفس الطاقم نفس الطاقم جامعة القدس هو طاقم مميز معروف له طاقم جامعة القدس ولكن قمنا بإعطاهم بعض ورش العمل التي تتطلق بكيفية التعامل مع الطلاب الدرسات الثنائية نكون بعمل هذا الورش عمل بشكل مستمر يتم التشاور بالمواد الجديدة التي أضفناها مع خبراء من الخارج إجمالا من ألمانيا ولكن من دول أخرى فنحن عمليا نقوم بزيادة قدرة الأساسة جامعة القدس طاقم من جامعة القدس على التعامل مع طلاب الدرسات الثنائية ولكن هو نفس الطاقم نعم دكتور عصام الطالب بعد ما يعمل أربع سنوات أو إن أصح أربعة فصول في الشركات اللي هو يستفيد الخبرة من خلال هذه لو ما بده يتوظفه أو ما بده يتوظفه في هذه الشركة هل يحصل على شهادة خبرة؟ شهادة خبرة معتمة ممكن أن يقدمها مباشرة بعد تخرجه من الجامعة لأي شركة أخرى لو بده يطلع منها البلد بده يروح يشتغل بالخليج على سبيل المثال هل تعتبر شهادة خبرة معترف فيها؟ صحيح العقدة الذي وقعه الطالب مع الشركة ينصف أنه في نهاية فترة تدريبية يحصل الطالب على شهادة خبرة بمدة سنتان لأنه عميلا يقعد يكون الطالب قد أمبى مدة سنتان في الشركة فيحصل على شهادة خبرة بمدة سنتان من هذه الشركة وهي معترف بها كأي شهادة خبرة من نفس الشركة شهادات الخبرة عادة لا تصدق من أي مكان ولكن أي شركة تعطي شهادة خبرة فهي شهادة خبرة معترف بها من هذه الشركة أيضا الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج من جامعة القدس هل مثل أي شهادة أخرى لأي طالب يتخرج جامعة القدس أم توضع فيها إشارة بأن النظام الذي درس به هذا الطالب هو النظام الفلاني؟ هي شهادة من جامعة القدس ولكن عند التخصص يذكر الهندسة الكهربائية حسب النظام الثاني ولكنها شهادة مثل أي شهادة من جامعة القدس أنا كنت أسأل الدكتور في هذا الاتجاه لأنه الطالب عندما يكون معي سنتين خبرة قبل التخرج يعني قد يفاجأ بها أي شركة أخرى أنه هذا والله يحصل على البكالوريوس سنة 2022 وشات الخبرة تبعته من 2020 إلى 2022 فأقول لك كيف صارت هاي صحيح ولكن لذلك نشير بشهادة إلى الدراسات الثنائية وسوف يكون مع كل شهادة من الجامعات ليس الدراسات فقط ما يسمى بالدبلوما سبليمنت لتشرح طبيعة عمل طبيعة الدراسة وسوف يكون مذكور في الدبلوما سبليمنت ما هي الدراسات الثنائية فإذا تشككت أي شركة فسوف يظهر لهم أن هذا ممكن يعني أنا هذا مش حكم شخصي يعني مش عن معلومات لكن بأعتقد بأنه هذا الأسلوب وهذه الطريقة ستدفع بإيجاد كفاءات قادرة على العمل مباشرة بعد أن تغادر باب الجامعة وتحصل على شهادتها وتكون كفاءة قادرة على أن تحقق إنتاج أفضل دكتور عصاما حابي أسمع منك كلمة أخيرة قبل نهاية هذا البرنامج ماذا يمكن أن تقول أنا بنهاية أحب أهنئ كل طلاب التوجيلي أني ما أهنئ تمس بالبداية وبتمنى لجميع التوفيق بالدراسة وإن شاء الله كلهم بيحصلوا على فرص عمل بعد ما يتخرجوا وإن شاء الله مرحبين بجامعة القدس بشكل عام وبدأ دراسات الثنائية بشكل خاص وبحب أشكر فضاية معنة لإصدافتهم لنا شكرا جزيلا لك دكتور عصام إسحاق عميد كلية الدراسات الثنائية في جامعة القدس على كل هذه الفائدة وكل هذه الإفادة وإن شاء الله طلبة الثنوية العامة بيكونوا قد استمعوا جيدا لما قال الدكتور عصام في هذا اللقاء وأهمية هذه الدراسات الحديثة وهذا الأسلوب وهذه الطرائق المختلفة التي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل لبناء إنتاج فلسطيني أفضل وموظف فلسطيني وعامل فلسطيني أفضل شكرا جزيلا دكتور عصام مرة أخرى شكرا جزيلا